أقدر المتكبر رب الأرباب وملك الأملاك وأقدر القادرين جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شقورا وشرع الدين لمن أراد أن يتقرب إليه ويسكن جنته أحمد الله سبحانه وتعالى على أن هدانا إلى توحيده والإيمان بأسمائه وصفاته واتباع شريعة دينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى معلما للناس الخير فلم يترق شيئا يقرب الناس إلى ربهم إلا بينه ودعا إليه ولا شيئا يشقي الناس ويبعدهم عن الله تعالى إلا حذر منه ونهى عنه فصلوات الله وتسليماته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الصادق المصدق وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البررة الكرام وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات نحن في يوم عظيم يوم عاشوراء وإنما سمي بهذا الإسم لأنه هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهو أول شهر من العام الهجري وهذا اليوم كان يوما يصومه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويتحرى فضله كما ثبت بذلك الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم فقال أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله فكان صلى الله عليه وسلم يصومه ويأمر بصيامه كما وردت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يتوفى صلى الله عليه وسلم عزم على أن يسوم معه اليوم التاسع وهو يوم أمس ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لإن عشت إلى قابل لأسومن التاسع وإنما نوى ذلك لأن اليهود والنصارى كانوا يعظمون هذا اليوم ومنهم من كان يصومه ومن شريعة هذا الدين أن يخالف المسلمون اليهود والنصارى في شعون دينهم ولذلك عزم صلى الله عليه وسلم أن يصوم مع العاشر التاسع مخالفة لليهود والنصارى فكان هذا منهجا نبوية أن المسلمين في كل زمان ومكان من منهجهم من منهجهم مخالفة اليهود والنصارى ولذلك بقي صيام هذا اليوم أمرا مشروعا مع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الناس صيام شهر رمضان ومع ذلك فإن صيام يوم عاشراء يوم عاشراء بقي مشروعا إلا أنه ليس واجبا وإنما هو صوم تطوعي لمن قدر عليه ولمن نواه يحتسب أجله عند الله سبحانه وتعالى وكان الصحابة جدوان الله تعالى عليهم يسومون ويصومون سبيانهم في هذا اليوم كل ذلك تحريا لفضله واحتسابا لأجله ورغبة فيما فيه من الأجل والثواء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويوفقنا دائما لما فيه الخير لنا في الدين والدنيا والآخرة إن الله تعالى ولي ذلك والقادر عليه وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير إذن كغداد صبا وينده تي pec facены لي بني نوينده pec facены لي سوما نوينده موينده اشتركوا في القناة 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 لا يوم رحمن في عاشوراء قلنا مجمل أن يوم ربي ذالك من يوم رحامي لذلك نبي ياما من أن يوم رحالي كن بصلا الله علاية و سلم فالول خدار تم تلك التواحد هو النوت نور فهرور هذا هو محرم وليسถو آر يوم رحالي ويوم رحالي فقال في الصورة ب 빠른 النبي zone يصلك الليل القياط gente صلى الله عليه وسلم لماذا هم من النبي تحصل بحenos انه إذن سنقوموا ترجمة نبي امن لا ما تبغ rightly ولدOffra تجد تيستيشي موسيقى وما يقول النبي امن لا ما تبغ القبز لم يقول النبي امن لا ما تبغ لا ما ما تبغ تكون النبي موسيقى نقولفنا عن مهما تبغ session النبي revengeのは نبي امن لا ما تبغ Bur bad نبي報 اشرته given هي موسيقى للمسي قد لا لا النبي تبغ برغ بالدام فرغ بى نبي امن لا نستطلق فقط المكلد هي با من وما تبغ فأصلا كما يقضي اشتركوا في القناة 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 وعلى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعلاقوا في القناة اشتركوا في القناة فيا عباد الله ان مما ينبغي التنبيه عليك ان طوائف من المسلمين وقعوا في اخطاء شنيعة بالنسبة لما يتعلق بيوم عاشورة فهناك من بعض اهل البلع اتخذوا هذا اليوم يوم معتم ويوم حزن زاعمين أنه يوم ختل فيه حفيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحسين بن علي رضي الله عنه وإن الله سبحانه وتعالى لم يشرع لهذه الأمة أن يتخذوا يوما معتم وإلا فقد قتل الأنبياء وأصيبوا وقتل الصحابة وأصيبوا وقتل أئمة المسلمين وأصيبوا ولم نؤمر أن نتخذ يوما من هذه الأيام ذكرى ومعتم وليس هذا من دين الله في شيء كما أن هناك طواف من بعد المسلمين جعلوا أخص ذلك فجعلوا يوم عاشراء يوم عيد وفرح وسرور وتوسع في المآكل والمشارب وكل ذلك من البدع الشنيعة لأن دين الله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الخرافات والأباطيل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجنبنا البدع والأهواء وأن ينجينا من كل شر إنه ولي ذلك والقادر عليه إنه ولي ذلك اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسية 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 ترجمة نانسية